أنا هاخد من كلامك بقى وحابدأ السؤالي الأولاني ونقرن شوية بالفترة اللي حريك كنت بتلعب فيها يعني فكرة أن أنا أبقى النادي الأهلي وخارج من موسم قوي جدا بكلم عن خمس بطولات تطوير في أداء اللعيبة الصفقات رائعة جدا المدير فاني الناس أو البعض دلوقتي بيقرنوا بمانوال خصيه واحد من أفضل المدرين الفانيين اللي عدوا على النادي الأهلي فكل ده بيبقى تشالنج أو بيبقى تحدي إن أنا الموسم اللي جاي أنا هعمل إيه؟ هاروح فين؟ مع توقعات كمان الجماهير في رفع ساقف كل حاجة فخلينا نبدأ من النقطة دي ونقرن شوية برضو لو فيك الموسم مقارب أيام حضرتك كنت بتلعب بس أكيد طبعا إحنا الموسم اللي فات كنا محتاجينه لإننا كنا خارجين من إخفاق كبير خسارة مسلمين وراء بعض الدور العام الجمهور كان محتاج مصالحة بينه وبين اللعيبة بينه وبين الجهاز الفني بينه وبين مجلس الإقدارة طبعا كنت بتحقق ساعتها بطولة أفريقيا كنت بتعمل نتائج جباية في حاجات فكاس علم الأندية بتاخد ثالث فكذا بطولة لكن الدور العام البطولة محببة للجمهور النادي الأهلي إنك هي بتبقى قدام تمالي المنافس التقريدي بالنسبة لك نادي الزمالك لكن فعلا الموسم اللي فات موسم ولا أروع بالنسبة لنا كجمهور النادي الأهلي لعبة نادي الأهلي مش ان احنا خدنا بطولة بس لأ فيها أوقات ممكن تاخد بطولة وانت بتلعب بأداء مش مقنع لكن الموسم اللي فات بصراحة أداء مقنع لكل الجماهير لكل الناس اللقاد اللي بفهموا في الكورة أو بيجي يحللوا فرقة النادي الأهلي لأ موسم حلوة قدرت تاخد كل البطولة اللي دخلت فيها قدرت كمان تكسب كل المرات اللي هي مرات القمة بينك وبين المنافس التقريدي بالنسبة لك اللي هو نادي الزمالك حتى كمان المنافس كمان التقريدي اللي هو التاني جرمتز قدرت تكسبه في بطولة الكاس كل المنافسين بالنسبة لك قدرت قدامهم نتائج إيجابية فموسم أنا شايف أنه هو كويس جدا بس المهمة بأنك أنت تتحافظ موسم التاني بالنسبة لك بالنسبة للجهاز الفني مثل الكولر أجد الرجل أو أي حد في مجال كورة القدم بيجد طموحه بيخلص أه أنت ممكن تكون وقت كل البطولات الموسم اللي بعدين يعني ممكن تبقى مريح شوي على الرجل بيجد طموحه عنده طموحات جديدة عنده بيدخل الناس جديدة في الفرقة بيشوف إيه المشاكل اللي في الفرقة قبلها السنة اللي فاتت بيقدر يطورها السنة دي بيقدر يحفظ موسم طويل لو فكرنا في مستر كورة بداية الموسم كان عنده بعض المشاكل شوية لسه مش عارف طبيعة الجو وطبيعة اللعيبة طبيعة بطولة أفريقيا والفرقة اللي بتلعبك في طولة أفريقيا وطبيعة التوقيت في الميبرات في طولة أفريقيا حجم الضغط اللي هيقع عليه طالما هو بيدرب النادي الأهلي أكيد طبعا أكيد هو كمان قبل ظروف كتير أول الموسم اللي فاته ده أول مرة يدرب في أفريقيا فأكيد خلاص خد الخبرة دي متهيئة ليه بفيه تطور في العداية بفيه شكل أحسن إن شاء الله أصعب بكتير الموسم اللي جاي طبعا أكيد بكل الفرقة حقيقي يعني ربنا يعين أكيد كل الفرقة دلوقتي بتطور كل الفرقة بتعمل صفقات جديدة وإحنا شايفين فرقة كبيرة جدا بتجيب العيبة على أعلى مستوى وإحنا برضو النادي الأهلي مش لازم إنحنا النادي الأهلي أنت لازم تجيب العيبة وخلاص عشان تقول أنت لأ أنت بتشوف طول عمرنا النادي الأهلي كتب بيشوف عنده مشكلة في إيه وقدر أجيب اللعبة في كلام مش لازم أجيب صفقات أجيب صفقات لا النادي الأهلي مش كده لا ومش بعد الصفقات خالص لأن دايك كبيرة ما بتعملش كده أصلا بالضبط أنا عندي مشكلة أنا ماشي مشكلة أنا حمد الفاتح تلع بره خلاص عندي مشكلة في مكان جبت مكانه وإمام عشور هي كده عندي مشكلة مثلا في حتة المهاجم لو عندي مشكلة في حتة المهاجم لكن أنا شايف بالنسبة لنا ما عنديش مشكلة في حتة المهاجم نغمة اللاعب الأفريقي لازم يجي مهاجم أفريقي مهاجم أفريقي طب يا جماعة ودي ما بسمعهاش غير في مورات التعادل تكسب تكسب كنت محدش بجيب سيرة عايزين مهاجم أفريقي أي يجي مواتش مثلا تتعادل فيه احنا محتاجين مهاجم أفريقي مش كده تم ما شاء الله يعني كهربا ماشي كويس محمد شريف ماشي كويس رجعنا صلاح محصن من اللعيبة المميزين جدا صلاح بس محتاج دعم شوية فبعندك والتي من اللعيبة يعني مختلف كهربا شكل مختلف محمد شريف صلاح محصن عندك بقى اللعيبة كتير بشكل مختلف مش لازم نغمة المهاجم الأفريقي المهاجم الأفريقي المهاجم الأفريقي لا أنا النغمة دي أنا بصراحة بيدين جدا لكن النادي الأهلي معظم المورات بيسجل فيه أهداف معظم المورات بيكسب فنتكلم في النقطة دي لو فيه عادت مثلا أربع خمس ماتشات ما بيجيبش جواه ممكن نتكلم في النغمة دي لكن ما شاء الله اللعبة السنة دي عاملة أداء كويس جدا أهداف مش لازم المهاجم بسا اللي بيجيب الأهداف ما انت عندك برس تاو عندك حسين الشحات عندك معلول عندك كل المراكز في الملعب بتجيب أهداف فدي مش مشكلة خالص